توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات البلاد وقال إن الأمطار ستهطل على أجزاء متفارقة من المحافظات الجبلية الغربية من لحج جنوبا وحتى صعد شمالا والمرتفعات المخابلة لسهل تهامة وقد تمتد شرقا إلى الصحراء والهضاب الداخلية في الجوف وغرب شبوة ومارب كما توقع استمرارا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة نهارا على الصحراء والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة حضرموت شبوة مارب والجوف وأجزاء من المحافظات الساحلية وحذر المواطنين والسائقين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار ترجمة نانسي قنقر